اشتركوا في القناة بالمرتبة الثانية أروجودة بنسبة 34.9% بالمرتبة الثالثة دينا الشربيني بنسبة 18.4% أما استفتاءها الأسبوع هو أي سنائية حبيته أكتر للممثلة نادين ناسي بن جيم مع قصاي خولة أو مع معتصم النهار طلت الممثلة اللبنانية ستيفاني عطلة على الجمهور بتغيير كبير بشكلها فنشرت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي صورة بيّنت فيها بلون شعر أشأر وصدمت الجمهور بتأثير هيدا التغيير عليها وعبروا عن إعجابهم فيه ومن تعليقات الجمهور المعنى الحقيقي للجمال إن يولوك حلو كتير وإنت كتير حلوة ودع فريق عمل مسلسل الهيبة الممثلة السورية الأديرة مونة واصف بآخر يوم تصوير لألة بعد خمس مواسم ونجحات عديدة وكبيرة ونشر المخرج سامر البرقاوي صورة لكل فريق العمل مع مونة واصف وكتب رسالة وداع لألة أسرة الهيبة جبل بجزءه الأخير بتودع أم جبل بيوم تصويره الأخير بالعمل يطولن عمريك ست مونة وكانت مونة عبرت عن حزنة لانتهاء مشاهدة بالعمل مع أشخاص اتعودت عليهم وصاروا جزء من حياتها ويومياتها واجتمعوا على المحبة والإخلاص والنجاح لفتت شبيهة الفنان المصري أنغام الأنظار وهيدا بعد انتشار صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي بمدى تقارب ملمحة خاصة من ناحية العينين والابتسامة بس أكد المتابعين أنه الفارق بين أنغام وشبهتها هو من ناحية المنخار يذكر أنه من أحدث أعمال أنغام أغنية بعنوان ونفضل نرقص اللي أطلقتها على قناة الخاصة على يوتيوب افتتحت الفنان الإماراتية أحلام معرض إكسبو دبي 2020 مسام بارح بفقرة غنائية قدمت فيها غنية بثلاث لغات وهي العربية والإنجليزية والفرنسية ورحبت بكل حدا حضر من بره لإمارة دبي للمشاركة بهيدا المعرض العالمي اللي بينطر الجمهور كل سنة وأتقنت الفنان الإماراتية اللهجات الثلاثة وغنت الأغنية بكل سلاسة كشفت الفنان العالمي شاكيرا عن حادث اتعرضت له مع ابنة بعد ما راحوا مشوار بالغابة ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإشتماعي قالت فيه أنه خنزيران بريان هجموها هي وابنة اللي عمره 8 سنين بحديقة الحيوان ببرشلونة واستعرضت شاكيرا اللي سببوا هجوم الخنزيران وأكدت أنه دمروا كل شي بشنططة حتى التليفان ومعات التفاصيل حول تاريخ وقوق الحادث أو إذا تعرضت لأي أزا جسده هي وابنة كان معكم بموجز الفن محمد جيبر لما عرفت كيفية الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن دوت كوم وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب لا يوصلكم كل جديد